معانا اتصال من شخص عزيز على قلبك وعزيز علينا كلنا يعني هو يعد هرم ايضا اعلامي معانا الوزير السابق للعلام الاستاذ محمد السنعوسي يا مرحبا يا مرحبا بطارق يا هلا وسهلا مساء الخير مساء النور وتحياتي لكم في الاستيديو سهلا بارك بطارق يا هلا والله هلا بول علي انا سعيد جدا ان اشوفه ضحة جيدة وما كبرت ما شاء الله الله يطول لعمرك بطارق اللي يشتفل في الاعلام يشيب بسرعة بس انت ما ديشتاخر بطارق اولا تحياتي لكم جميعا وتحياتي للمشاهدين الكرام بطارق انتو انتو جبتوا ضيف وانا شاكر لكم على انكم انت يكون هؤلاء الناس اللي يعتبرون رسل للثقافة في الكويت وعملوا عمل وجهد قير عادي وقير طبيعي ووحوا في الكثير من اجل اسعاد الناس اولا اذا تسمحون لي خلوني حاتي قبل ما حاتي عن عمل علي الريز احتي عن اخلاقياته وسلوكه القهارة ايده وقلبه الله يطول لعمرك هذا الريال انا عرفه زين وهو مسيرة عمره اياه هذا الرجل دو اخلاق عالية ما تسمع صوته طيب انسان الجميع يحبه وخلوق الى درجة حتى لو يرفع صوته يستحي يعني ما شاء الله عليه علي نموذج للانسان الطيب اما في العمل فهو بدون شك يعني تحمل مسؤولية رسالة كاملة معانا جميعا وفي نفس الوقت تحمل قسم وادارة وبعض الاعمال اللي هتعتبر من اصعب الاعمال بالنسبة الى التلفزيون وتحتاج الى مواهب وتحتاج الى ابداعات حتى يكون الواحد مخرج للمنوعات ومخرج لبرامج من هذا النوع موه سهل يعني موه عملية شوار ونقاش وكراسي وبس فعلي تميز ولذلك لما راح الان وانا فقور في هذا ليمسك اهم مؤسسة خليجية مؤسسة الانتاج البرامج المشترك اللي انا احد الاشخاص اللي اسس هذه المؤسسة ورأستها في البداية اشعر بامان وراحة بانها بيد امينة وبان علي يعني رجل في مكانه وثقة فاشكركم جدا جدا على اني اشوفه مرة ثانية على الشاشة احنا يعني بطارق احنا نشكرك على كرم اخلاقك وعلى هالكلام الطيب يعني احنا احنا انا مفاصل اعتقد احنا رحنا وياك والكلام اللي قاعد نقوله يعني قاعد نشوف اشلون العلاقة كانت جميلة ولا زالت الحمد لله هذا يدل ان فعلا اذا كانت كان الجو السائد جميل العمل اللي يطلع بهالجمال اللي كنا نشوفه ونشهده الحمد لله بطارق انا ودي اسألك او اسأل بمحمد معاك ليه تدولوا لنا موقف شديد بينكم تذكرونه شديد نسترجع وياكم ذكرياتكم الجميلة اول شي انا يعني احب اشكر استاذي وقدوتي ويعني لما تقولي محمد السنعوسي طبعا استاذ محمد السنعوسي يعني لما تقولي الموقف انا اخاف اديش عليه في المكتب والله العظيم اخاف اديش اكلم محمد استاذ محمد السنعوسي اقول حتى يعني اذا اياني وحاجاني براية يعني هناك اكو هيبة حق هذا الانسان وما شاء الله ما زالت موجودة والبصمة ما نقلش البصمة وبعدين موش على فكرة انسان جدا صعب مو كل شي عجب السنعوسي صعب يعني اذا رضع عنيش انتي محظوظة حرصة على العمل دامين بطارق بطارق انت قلت كلمة مساعة جميلة في حق الاستاذ على الرئيس وقلت اليوم انك فرحت يوم شفته باللقاء واحنا بعد نقول لك نحط كلامنا على كلامك ونقولك احنا بعد اليوم هم بعد فرحانين واحنا نشوفه معنا ضيف فاستاذي انا اشكرك اشكرك على كلام طيب اللي قلت لحقي وهذه شهادة وسام شرف على سدري والله يا بطارق علي تستاهل اكثر انت وامثالك يا عزيزي يستحقون التقدير يستحقون ان الناس تعرف منه وراء هذا الجهاز اللي لها دور فعال لسنوات طويلة بالنسبة الى الحداثة والتنوير والثقافة والفنون التلفزيون الكويت عمل لنقلة نقلة ميه سهلة في حياة الكويت والكويتيين انت احد الاشخاص والحين البركة في الشباب هلول الحين بعد الله بطارق بعد الله انت فضلك انت يا بطارق انت البصمة لا استغفر الله والله بالله مو مجاملة مو مجاملة بطارق احنا دورك ما ننسى ابدا اليوم انت من مؤسسين جهاز التلفزيون الدولة وهذا دورك طبعا اليوم نتعلم منكم مني ونستابع للريس ومن سبقونا بالإعلام احنا اليوم انتم مدرسة واحنا قاعدين نتعلم منها نقول الله يطول الله يوفقكم آمين ان شاء الله نتسرج من انتعلم نقول الله يطول من عمرك بطارق ومداخلة نتشرف فيها وحياك الله في عسيف تحياتي لكم سعلم بار